أنا معي دي تيتا بطة ما ما حاشا يتخالي أن أنت تيتا بطة يعني عارفة أنا ما أبقعد أتفرج عليك بلاي ساعات الفلتر بيروح كده في الأخر فإنه هو وشك بيبان لكن يعني لكن تيتا بطة دي كاراكتر أنت برضو إيه اللي جاب فكرة تيتا بطة أن أنت تطلعي كتيتا تتكلمي مع الناس الناس بتصغر نفسها بالفلاتر ودي بتكبر نفسها بالفلاتر عشان يشوف تيز ميارة بعدك لما أرجح تحقيق فيه فيه خطة يعني اللي هو والله الناس تصغر نفسها يعني يجيبوا فلاتر كده أمر كده لكن دي جابة فلتر تيتا دي جراءة في حد ذات أولا جزء من اختيار الموضوع تيتا بطة ده هو خوفي من ظهوري كابنت في الأول على السوشال ميديا من ضراوة ومن بشاعة الكومنتز في السوشال ميديا وهجومهم إزاي على الناس تاعت بدون واجه حق وبكونك متخفي وراء وراء شاشة فأنت ليك الحق أنك تستبيح ده فلتر يعني بيسألوني ده فلتر مش ميكا فلتر 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 بس ستة حجوزة ستة كبيرة أولا أنا كنت مهتمة بالمحتوى فأنت في المحتوى أنت لما بتطلعي عمان تعملي فيديو دلوقتي حتلاقي اللي بتسألك على الميكاب وعلى شعرك وقال الله وقال الله وحتلاقي اللي بينتقد بقى فضع جزء شوية من اللي أنت عايزة تقولي صح إن الناس كل حد باصس من منظوره بقى بصي لازم عشان أطلع أتكلم جد في موضوع وجعنا وجع ناس كتير ببقى مترددة ألف مرة لازم أطلع شكلي حزين ويبقاش حتى في الميكاب كتير ويشيبهم أبقاش حتى ميكاب خالص عشان الناس تصدق ما أنت مش معقول طلع كده وبتقول لهم أصل والدنيا والواجع والألام ما حد شي يصدق فالناس بتاخد بالشكل لا المفروض يبقى شكلنا كويس وإحنا طلعين بنتكلم ومزيعة أمر طلع بتتكلم في موضوع مهم ولازم بيبقى شكلها حلو عشان أنت تشوفها بس السوشيال ميديا بتاخد فرعيات وبتسيب حاجات أساسية لانت يسيب الكونتينت اللي انت طلع تتكلمي فيه وتعليل وعد نتكلم ننتقدها ونكسر مقادفها ازاي انت بتتكلمي ممكن تبقى منهار قولك جاي تعملي الفيديو ده عشان هما خلاص فيه منظور معين كده فاتيتة بطة كانت بعيدة عن الحتة دي كانت ستة كبيرة ما فيش يا لكسر روب بتاعها الستة الكل كمان جزء تاني أنه بعيدا عن الشكل ونقض الشكل للبنت وكده انت حتقبلي الصيغة من الجدود ايو لان الجدة واحتياجنا للمة البيت تاني وان الأطفال قد ايه أطفال بيعودوا مع جداتهم دلوقتي مش كتير لا 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 انك تقعد تسمعي جدتك بالزبط تقعد تسمعي جدتك أنا ذات نفسي كنت بعضة اتفرج على تيتة بطة وما كنتش عارفة شكلك الحقيقي يعني كان يجي قدامي كده طريقتك لطيفة اخذي يا قلب يا قلب ستك اه يعني دايما اللي بداية تعالي يا قلب ستك اقولك ما عارفش ايه الراجل ايه ايه لكن بتدي نصائحة حلوة بس في نفس الوقت ما هو اشتركوا في القناة